موسيقى الوحدة إلى ربع نشرة ظهيرة من القناة الثانية وهذه أبرز العنوين يناير ساخن نهاية أسبوع بدرجات حرارة اقتربت من 32 درجة في أغادير سخونة هنا وبرودة شديدة هناك عاصفة ثلجية في الولايات المتحدة الأمريكية تقص يميل للتطرف يستوقف ناتي اليوبيا كوفيد 19 المعطيات تتغير في العالم ككل وفي المغرب سجلت أول حالة وفاة ومائة وثلاثة عشرة إصابة في أسبوع واحد فقط سؤال ظهيرة لمختص ملاي مصطفى الناجي حول حقيقة عودة فيروس كورونا ضيف الظهيرة نائب الوكيل العام الملك بمحكمة الاستئناف بالرباط الأستاذ يحيى زلطية وسؤال الظهيرة حول انتخاب المغرب على رأس مجلس حقوق الإنسان كان الكوديفوار الأسود أمام تنزانيا يوم الأربعة مبارة السان بيدرو ترتيبات وإقاع مدينة بأنوان العرس القارية مع موفد القناة أسام عبادي ينضم إلينا في الظهيرة أهلا بكم منتصف يناير ساخن سخونة ونحن في عز اليالية درجات الحرارة تجاوزت نهاية الأسبوع 31 درجة مئوية في أغادير إنزقان ومن 30 درجة اقتربت في مدن ساحلية عدة كالدار البيضاء الرباط المحمدية كمن واصر والجديد وتادلا وسيدي إفني شليلة بن فتان صيف في عز الشتاء وشواطئ وجهة في منتصف شهر يناير على غير العادة مشهد استثنائي في فصل ماطر وبارد بدرجات حرارة سجلت أكثر من 30 درجة مئوية في بعض المدن خلال الأيام الماضية هو أمر استثنائي في مثل هذا الوقت من السنة الذي تنخفض فيها عادة درجات الحرارة ارتفاع يعزى حسب المديري العام للأرصاد الجوية إلى تيار جنوبي دفع كثلا هوائية مذارية دافئة ورطبة إلى الصعود نحو جنوب ووسط البلاد وكذا المناطق السحلية وهو ما أدى إلى ارتفاع درجات الحرارة بمعدل 3 إلى 6 درجات فوق المعدل المعتد هو ارتفاع خارج فصل فالسيق العام الذي شهدته الأرض بصفة عامة العام الماضي هو ارتفاع درجات الحرارة لتسجل السنة الماضية الأشد حرا على الإطلاق في عدد من الدول عبر العالم حسب المنظمة العالمية للأرصاد الجوية بمقدار قرب 1.5 درجة من المتوسط لدرجة الحرارة العالمية متفوقا على الأعوام الأخرى بهمش كبير كما تجاوزت درجات حرارة سطح البحر مستوياتها القياسية السابقة هو ارتفاع يرتبط بشكل أساسي بالتحول السريع لظاهرة نينو وهي حدث طبيعي تطلق المياه السطحية الأكثر دفءا في شرق المحيط الهادي حرارة إضافية في الغلاف الجوي بالإضافة إلى الارتفاع طويل المدى في درجات الحرارة الذي يسببه الإنسان الارتفاع العالمي القياسي لدرجات الحرارة ساعد في تفاقم العديد من الدواهر الجوية في أزاء كبيرة في العالم في العام الماضي كدوابان شديد للتلوج في غرب أمريكا الشمالية وجبال الألب الأوروبية مما زاد من ارتفاع مستوى سطح البحر وكد حرائق الغابات في جميع أنحاء كندا والولايات المتحدة إلى الجفاف المطول ثم الفيضانات في أجزاء من شرق إفريقيا ومديرية الأرساد الجوية تتوقع أمطارا منتذرة غدا بإذن الله وبعد غد الأربع في المناطق الشمالية والوسطى إن شاء الله التقس يستوقف نادية اليوبي التي تنضم إلينا في بلاتو الظاهرة أهلا بك نادية أهلا بك سلام تقريبا 32 درجة كانت بالأمس سجلت في أقادير اقتربنا يوم السبت من 30 درجة في المحمدية في الرباط تقس ساخن أحنا في الليالي حيا نعم هي ليالي أو أربعينية شتاء لكننا نعيش صيف شهر غشت لأنه في العادي حتى وإن احتجبت الأمطار في شهر يناير لكننا دائما نتحدث عن برودة الجو عن انخفاض في درجات الحرارة نحن اليوم نعيش صيفا آخر هذا ما عشه المغاربة خاصة سكان مدينة أقادير وأيضا مدينة الضار الميداء قالك الليالي الكبيرة ماشي صحح ماشي الليالي حياني صح ولي هي أربعينية الشتاء بالتبط نسميها أربعينية الشتاء هو صراحة ارتفاع في درجة الحرارة خارج فصله ويدخل في السياق العام المرتبط بتوالي سنوات الجفاف وأيضا ارتفاع درجات الحرارة بالعودة إلى تقارير المديرية العامة للأرصاد الجوية في بلادنا نجد أن ارتفاع درجات الحرارة خاصة خلال نهاية هذا الأسبوع ناتج عن تيار جنوبي دفع كتلا هوائية مدارية دافئة ورطبة إلى الصعود نحو الجنوب ووسط البلاد وكذا المناطق الساحلية وهو ما أدى إلى ارتفاع درجات الحرارة بشكل خاص في المناطق الساحلية بمعدل ثلاثة إلى ست درجات فوق المعدل العادي سوف يتساءل الكثير منا قائلا مدم الصيف الذي مر كان حارا وقد سجلنا في المغرب درجات حرارة تعتبر الأعلى على الإطلاق خمسون درجة في صيف أجادير هذا العام فلابد لأن يتحول تبخر الماء إلى أمطار في فصل الشتاء وعندما نخرج من فصل الصيف الحار الذي يعرف تبخرا لمياه البحار والبحارات والسدود أيضا ستلجأ المياه المتبخرة إلى الغلاف الجوي في مرحلة من مراحل تطورها وعندما تنخفض درجات الحرارة في الأرض مع حلول فصول باردة كشهر يناير مثلا تبدأ هذه التبخرات الهوائية في العودة كرطوبة حابلة للأمطار لكن الذي حصل هو عكس ما توقعه الكثير لنعيش تطرفا مناخيا سيصبح هو القاعدة وليس الاستثناء كما سبق سناء وأشار إلى ذلك الأستاذ محمد قروق وهو عالم المناخ قال يجب أن نستأنس مع هذا المناخ الجديد الذي يعتبر مناخا متطرفا أنت وقف عندما أشرت إليه نادية وتحدثت عن مناخ يتجه أو يميل إلى التطرف وصورة ستقودنا في هذا الباب إلى الولايات المتحدة الأمريكية خارج المغرب عاصفة شطوية في الجزء الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية تسببت في إلغاء أزيد من 1200 رحلة جوية وتأجيل 4700 رحلة أخرى في جميع أنحاء الجزء الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية وخارج تغطية طيار الكهرباء بسبب العاصفة الثلجية أزيد من 140 ألف منزل في ولاية ميشيغن المشمولة بهذه العاصفة الثلجية القاسية والعاصفة أجبرت الحزب الجمهوري على إلغاء العديد من اللقاءات المبرمجة ضمن الحملات الانتخابية للمرشحين في ولاية أيوة أعود إليك نادية شاهدنا إذا كانت هنا في المغرب نسجل في عز الليالي سخونة شديدة فهناك خارج المغرب في الولايات المتحدة الأمريكية هناك عاصفة تلجية فرنسا اليوم تعيش على وقع إعصار أوروبا صراحة تعيش هي الأخرى على وقع تطرف مناخي شديد وملحوظ ليس فقط الآن بل حتى في الصيف خلال الصيف الذي عشناه أمريكا عاصف تلجية فرنسا مثلا عاصفة حقيقية يعني تعاني منها ساكنة المنطقة هنا نحن بصدد الحديث عن التطرف المناخي وسوف يطرح السؤال عن هذا التطرف المناخي وهذا المصطلح الجديد الذي أصبح يتردد التطرف صراحة المناخي هو كل حلل يحدث في محتويات المناخ الأساسية كحركة الرياح درجة الحرارة نسبة فطول الأمطار أو سقوط الثلوج تقسم قبل عام 2010 في المغرب تحديدا لم يتكرر مرة أخرى على الأقل لحد الساعة حيث حل محله تقص آخر مختلف ومتعدد الظواهر فتزايد الفيضانات في مناطق لم تعهد الأمطار وذوبان الجليد في كثير من مناطق العالم والتصحر الشديد للعديد من المناطق وأيضا تزايد العواصف والأعاصير كلها تنبئ بأن العالم يتجه نحو اختلاف كبير في التقص أو ما أصبح يصطلح عليه بالتطرف المناخي يترتب عن ظاهرة التطرف المناخي هذه الكثير من الأضرار حسب هيئة الأمم المتحدة إذ يرتقب أن يتسبب اختفاء العديد من الأحياء البرية بنسبة 20% في بداية مجيء عام 2050 يرتقب أيضا انهيار المجال الزراعي ظهور ظاهرة التصحر في الكثير من المناطق حدوث خلل في الأنظمة الحيوية الطبيعية في البيئة نحن هنا نقف ونقول بأنه بالرغم من وجود هذا التطرف المناخي إلا أن الدول أو الحكومات هي اليوم مدعوة لأن تتأقلم مع هذا التطرف المناخي من خلال إعادة تهيئة البنيات التحتية مثلا هنا في المغرب تحلية مياه البحر أستقي بالتنقيط ومجموعة من الإجراءات يجب أن نتجه إليها حتى نتفادى هذا التطرف المناخي كنا حتى المسؤولية دينا نحن أيضا كأشخاص بالتعامل الصحيح وسليم مع ثروة هي الماء شكرا لك ناتيا ضمن ملفات ظهيرة تسجل في العديد من دول العالم حالات جديدة للإصابة بكوفيد تسعة عشر منحا تصعدي مفاجئة في عدد الإصابات بكوفيد خلال الأسبوع الأخيرة في المغرب تأكدت أول حالة وفاة ما بين السادس وثاني عشر من يناير الجارية سجلت في أسبوع فقط أزيد من مئة حالة إصابة بكوفيد نادية أحتى مع الإعلان عن الارتفاع المسجل في حالة الإصابة الجديدة بفيروس كورونا طفت إلى استضحي مجموعة من الأسئلة بخصوص ما إذا كان الأمر يتعلق بمتحور جديد وهل يشكل خطرا على الإنسان أم لا أرى المتحور ما خيبش ولكن كيبقى خطر على المسنين الناس المسنين والخطر على الناس لديهم أمراض مزمنة لأنك إلا واحد عنده في العائلة دياله واحد مسن ولا عندهم مرض مزمن ودخل في ذلك الأعراض رأي يمكني أديه لأنه ما يبقاش عنده المناعة مزيدا أعراض ديال المتحور وهو أوجاع وصداع في الرأس هناك سؤال كي يستمر أكثر من العادي اللي معودا عليه إحنا الناس في الزوكا ثالثا كي نعى ألام في الحلق ولهذا أحث الناس اللي كي حسوا بالأعراض أنهم يستشروا مع الطبيب ديالهم ويأخذوا الحضر وسبق لمنظمة الصحة العالمية أن أعلنت عن وجود تخوف بسيط من متحور كورونا الجديد جاء واحد وجبت معه اليقظة واتخاذ الاحتياطات اللازمة تحتمى المواطن أنه لمشى حتى كان حداش مواطن اللي فيه الأعراض ديال أبليونزا سأبوها العطيس ولا الكعبار أو السخانة أو الرعداء أو المفاصل كي يحرقوه تعين ليه يشوف الطبيب ثانيا إلا هو عنده هذا العراض خصوء ننصر موجود الطبيب ولكن يعزز رأسه على عائلة دياله الناس اللي عايش معهم يعزز رأسه باش ما يعاديش لا عائلة دياله لأنه ما قيمة عرفش تكساعده وش عندهم متخورة الكورونا وكيف مكان الحرق يعزز رأسه ما يعاديش الناس قريب هذا وكشفت المعطيات الأخيرة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية عن ارتفاع في حالة الإصابة الجديدة بفيروس كورونا جهة الرباط سلال قنيترا تتصدر الترتيب من حيث عدد الإصابات المسجلة 51 حالة وحالة وفاة وحيدة وضيف الملف ينضم إلينا من رباط مولاي مصطفى الناجي مدير مختبر الفيروسات بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء أهلا بك بروفيسور أهلا بك مولاي مصطفى الناجي إذن تسجل في المغرب نقدرون سجلوا أنه هناك منحاً تصعودي لعدد الإصابات بكوفيد 19 السجلت في الأسبوع الماضي حالة وفاة 113 إصابة جديدة كيف نقرأ بداية هذا المغرب؟ شكراً لأخت سنة الرحمة على الاستضافة مرحبا بك أولاً قبل أن نجوك على السؤال أريد أن نقول جميع المغاربة أسوكاس أمبركي وكذلك أريد أن نقول حد سعيد لأسود الأطلس في المسيرة دي لهم إن شاء الله الموافقة فعلاً هناك ارتفاع ديال الحالات كيف فعلنا المنصيق في وزارة الصحة لدكتور المربط كنا لدينا 113 حالة جديدة وكنا 52 حالة منها في مدينة الرباط وكان واحد الوفاة ولكن هذه الحالات ليست كيف تقديم لكم واحد العودة لأن هذا الفيروس مع مرمشا كنا دايما نقول منذ البداية يجب أن نعرفوا كيف نتعيش مع هذا الفيروس فهذا الفيروس كان حاضر وكل مرة يظهر على واحد الوجه حيث في 13 يناير كانوا بانوا جوت متحورين اللي هو الـ XB1 وكذلك الـ BX1 وكذلك في 13 غوش كان بانوا المتحور آخر الـ EG5.1 وفي هذا الاخير بان المتحور الجديد اللي هو GNA فهذا متحور جديد اللي هو سريع الانتشار فهمت من كلامكم وليا مصطفى سيناجي فهمت من كلامكم فهمت من كلامكم فهمت من كلام ذيالك أننا اليوم نحن أمام متحور جديد كيف يمكن التعامل بشكل صحيح مع هذا المتحور الجديد لأنه ما كانش بيت حالا حاليا في المغرب ما كانش لما تلقاش إما كيعتاس فيه السخانة مشالي الصوت واش لا غريب واش كوفيد شنو خصنا نديره هذا فعلا لازم نوضحوا واحد الأمور فهذا لفترة بالضبط تكتروا وإصابات الجهاز التنفسي فكاينة في نفس الوقت الغريب اللي تتسمى الغريب سيزونيار للفيروس هو الانفليونزا كاين الفيروس ديال سارس كوف هو هذا الكوفيد وكاين الفيروس ديال فيغيس اللي تصيب الأطفال وفي نفس الوقت كاينين فطريات وكاينين بكتريات كلهم تصيبوا الجهاز التنفسي وعندهم أعراض مدة فلازم أي شخص اللي عنده هذه الأعراض تكون واحدة الاستشارة الطبية قبل ما يأخذ لأنه الدواء موجود شكونا هم هاد الناس اللي غادي يكونوا أكتر مأهلين هم ناس اللي يوجدوا الرسوم بالوقاية اللي يخدعوا اللي قاحات ضد هاد الفيروسات واللي يأخذوا دوك يعني الوسائل الاحترازية اللي يمعروفها فالآن هاد الفيروس هو كاين وعنده واحدة الخصوصية أنه سريع الانتشار والآن هاد جانا عبر العالم يظهر في الولايات المتحدة في فرنسا وفي أوروبا فهو تنتشر بسرعة ولكن هذا ما تعنيش بأنه هو أكتر شرصة ولا أكتر خطورة لا غير هو تنتشر كتر وباش ما تنتشر هو يمكن أن نجعلين متحورين آخرين فحنا هنا بالنسبة لنا هنا في المغرب كيف جعل كلام الدكتور المرابط لازم المغربة يأخذوا نعم الحيطة والحضر فالناس اللي ما لما خضوش اللقاح ديالهم لازم لنا وعندنا 25 مليون المغربة اللي خضووا اللقاح الأول الدوز الأولى وعندنا 24 مليون وخمسمائة اللي خضووا لدوز تانية وعندنا وستمائة ألف حالة اللي خضووا لدوز شكرا فهذا ضروري ومؤكد للناس يحميه رسوم قبل الفيروس رفع أكثر منتشار في الأيام القادمة إن شاء الله الحماية كتجيحة بالقواعد الاحترازية لك لنحاول أن نبعد على بعضنا ونتجنب الناس الكبار في السن شكرا لك مولاي مصطفى الناجية ومن الأحسن الناس إذا كانت فيهم هذه الأعراض يتجنبوا وما يمشوش للعمل ديالهم وما يحتكوش مع ناس آخرين شكرا لك وراء الدواء موجود يستشعروا مع الطبيب ديالهم شكرا لك مولاي مصطفى الناجي مودي مختبر الفيروسات بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء كنتم معنا مباشرة من الرباط المغرب المغرب يرأس مجلس حقوق الإنسان بأغلبية مطلقة انتخب المغرب على رأس هذه الهيئة الأممية الحقوقية التي يوجد مقرها بجنف انتخب المغرب الأسبوع الماضي بثلاثين صوتا متفوقا على جنوب إفريقيا سنة كاملة تحت رئاسة المغرب في خطوة تنتصر فيها ينتصر فيها العالم لدولة الحق والقانون والتي اشتغلت عليها المملكة المغربية لسنواتنا ضيفنا الأستاذ يحيى زلوطي نائب الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء الكاتب العام للودادية الحسنية للقضاء أهلا بك أستاذ شكرا أستاذ سنة الاستضافة مرحبا بك أستاذ يحيى زلوطي مرحبا بك أستاذ يحيى إذن المغرب انتخب على رأس هيئة حقوقية عند القيمة والوزن ديالها مجلس حقوق الإنسان بجناف ماذا تعني هذه الخطوة بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على الصديق الأمين بادي أدي بد بصفتي الكاتب الكاتب العام الودادية للحسنية للقضاء يجب أن نستحضي ربيع أن جميع قضاء المملكة وهو جلالة الملك نصر الله وإيده هذا من جهة من جهة أخرى أن جلالة الملكة هو الرئيس للمجلس الأعلى السلطة القضائية استنادل الوثيقة الدستورية نحن كاودادية لا يمكن في هذا الباب إلا أن نستنير في المصار بخطوات جلالة الملك في المضمار الحقوقي أو الحقل الحقوقي الذي حقق فيه المغرب بقيادته الرشيدة هو واحد تراكم كبير منذ اعتلاء عرش أسلافه الميامين تراكم يمكن بشكل مختصر نجيو نبدوه من تنصيب هيئة الإنصاف المصالحة مرورا بالسن أو تعديل قانون الميستر الجنائية بنفس حقوقي سنة 2000 وجوج لنمر إلى دستور 2019 المجموعة من الإصلاحات التي عرفها القضاء في تيجات عزيز ضمانة المحاكمة العديلة لليوم توج بانتخاب المغرب على رأس المؤسسة الحقوقية المرموقة المجلس حقوق الإنسان تابع للأمم المتحدة هذه المؤسسة هي المؤسسة التي خلفت لجنة حقوق الإنسان تابعة لمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة قلت بأننا لا يمكن أن نسير إلا خلف جلالة الملك في هذا المضمار الحقوقي الذي أراد أن القضاء بنفس حقوقي وفي هذا الإطار لازم أن نكون شركاء أساسيين وما يمكن أن نتأخره فعلى هذا الركب شركاء أساسيين المؤسسة المشرفة على القطاع للمجلس على السلطة القضائية من جهة أو رئاسة نياب العامة المجلس على السلطة القضائية فيما يتعلق بمختطي استراتيجي 2021 2026 والذي أتى كذلك بنفس حقوقي رئاسة نياب العامة بالاستيناد إلى أنها دشانات سلسلة من التكوينات المتعلقة بتعزيز قدرات القضاة في المجال الحقوقي إذن هذا النفس الحقوقي الذي تحدثتم عنه أسادي يحيا زالوطية أثمر اليوم هناك مملكة مغربية اشتغلت على هذا الملف الحقوقي لسنوات واليوم من ثمار هذا العمل الذي أسست له الرؤية الملكية أثمر رئاسة المغرب لمجلس حقوق الإنسان على رأس هذه الهيئة الحقوقية الأممية لمدة سنة كيف يمكن أن يسهم المغرب من موقعه الجديد كرئيس لمجلس ومن رصيده الحقوقي في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان على المستوى الدولي أستاذ سنة كما أسلفت فيما يتعلق بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة هو الذي تم بموجبه خلافة لجنة حقوق الإنسان التابع لمجلس الاقتصادي واجتماعي للأمم المتحدة للوقوف على همية تبوء المغرب هذا المنصيب والدور التي يمكن أن يلعبها على المستوى الدولي في البناء الحقوقي أو في منظومة الحقوقية على المستوى الدولي أولا يجب أن يستشرف ثلاث مسائل مجال اشتغال المجلس الذي يمتد على جميع أنحاء المعمور هذه الجهة تركيبة المجلس التي تركب من 47 دولة مع مراعاة الجغرافي العادي في نسبة التمثيل بحيث أن جميع القارات وجميع أركان المعمور ليست متألة في المجلس ولو بتوفاوت عدد الأعضاء التي يمتلكه ثالثا المسألة التي ستعطي واحدة زخم للأداء دين المغرب فيما يتعلق بالمجلس هي في دوره في رئاسة المجلس هي الأدوار التي يتطلعوا بها بحيث أنه يبسطون وفوضوا على جميع المسائل المتعلقة بتعزيز حقوق الإنسان الانتهاكات الواردة عليها هذا فضلا بعجالة أستاذ بيحيا بعجالة الفكرة الأخيرة بعجالة هذا الدور الذي يمكنه أن يلعبوا المغرب يستمده دائما من الرصيد الذي راكمه من خلال جريباته في تعطيه مع المؤسسة الدولية ولاش كأنه سوف يعطي قيمة مضافة للممارسة الحقوقية على المستوى الدولي بعد مرور فترة الانتكبة بعد الاشتغال على الدات شكرا لك أستاذ يحيا زالوطية نائب الوكيل العام لمحكمة الاستئناف برباط الكاتب العام للودادية الحسنية للقضاء على كل هذه التوضيحات وبرئاسة المغرب تعقد جامعة الدول العربية يوم الأربعاء المقبل اجتماعا طارئا على مستوى وزراء الخارجية لبحث تداعيات مذكرة التفاهم بين إثيوبيا وإقليم أرض الصومال والتي تحصل بموجبها أديس أبيبا على امتياز استغلال 20 كم شمالي غربي صومال في البحر الأحمر يوم بعد المئة تحت القصف قطاع غزة 132 شهيدا سقطوا خلال الـ 24 ساعة الماضية لتقفز حصيلة الشهداء إلى أزيد من 24 ألف فلسطينية معظمهم النساء وأطفال سعاد زيدر قصف وغارات وسط قطاع غزة وجنوبه وانفجارات هزت منطقة البريج وجحر الديك والحصيلة 33 شهيدا والعشرات من الجرحة سقطوا فجر اليوم ثلاث عائلات حسونة امدوخ قاسم بيت مدني أطفال 25 طفل الموجودين كلهم ناس مدنيين بركم عليهم برميل من البرود والتينتي بوين محكمة العدل العليا تيجي تشوفها المناظر هذه يعني انتوا قاعدين بيجتمعين دول العالم وفي الآخر تيجي تهد على أطفال وعلى المدنيين وبتقول الاسرائيل بريئة احنا متعامل الضهر الضحية حسو الله هنا ملوكيل يقول لنا أننا سنعلم برميل متفجرة مش بخليه طالعا انت حولينا كله مش بخليه حاجة حسبي الله نعمل وكيل عمه ومرطه ست انفار هو اليوم الأول بعد المئة من العدوان على غزة عدوان قتل أكثر من 24 ألف فلسطيني الألاف من العائلات شردت وأحياء مسحت ومفتشفيات صارت أهدافا إسرائيلية هي أطول وأعنف حرب تخوضها إسرائيل منذ عام 48 تسعمائة وألف جيش الاحتلال الذي فقد منذ السابع من أكتوبر خمسمائة واثنين وعشرين شخصا من أعضائه يقول لن ننسحب من خان يونس أو أي مكان آخر من قطاع غزة إلا بعد القضاء نهائيا على حركة حماس الوسطات الدولية لم تفلح في دفعة الأبيب إلى وقف إطلاق النار حتى بعدما صارت إسرائيل في ميزان القضاء الدولي مئة يوم ويوم من جحيم غزة فماذا بعد؟ ونعبر اللحظة إلى الشق الثاني من الظهيرة وتتابعون بعد قليل القناة الثانية في سانت بيدرو ترتيبات مباراة الأسود أمام تنزانيا مع موفد القناة الثانية أسامة عبادية ترأسها عزيز أخنوش احتفالي تيدي الناير في مسرح محمد الخامس بالرباط أبدعتها نخبة من أشهر نجوم الأغنية الأمازيغية الثراثية كما العصرية الطريق إلى الكان تقودنا إلى سان بيدرو تبعد المدينة عن أبيجون بثلاثمائة وستين كيلومترا فريق القناة الثانية وصل أمس إلى هذه المدينة الساحلية ألوان كان تلتقطها وأنت على طول المسار يكفي أنك في قلبي إفريقيا أسامة عبادي أردوان بوعروق وبعتة القناة الثانية إلى الكوتيفور هي الطريق التي تقود عاشق الألوان المغربية نحو أسود الأطلس طريق تم إعدادها خصيصا لكأس الأمم الإفريقية 2024 وعلى جنباتها تجد الكرم الإفوري وحفاوة استقبال أهل الكان الجماهير مرت بأعداد كبير من هنا الطريق جيدة لقد تم تحضيرها خصيصا لكأس الأمم الإفريقية في رحلة ممتعة بين أبيجون وسان بيدرو ستصادفك صور القارة السمراء الجميلة حيث يتماهى اللونين الأزرق والأخضر مشكلين سحرا يستحوذ على عيني كل عابر عندما تغادر مدينة سان بيدرو وتتجه إلى أبيجون الطريق جيدة وآمنة الكوتيفور أمامها مهمة رفع التحدي الواقع على عاتقها لوجستيكيا ورياضيا إذ أن البطولة لم تعد تلعب بثمانية منتخبات كما كان الحال في العام 1984 ولكن بمشاركة 24 بلدا موزعين على ست مجموعات يتبارزون على الكأس في خمس مدن وإحداها هي سان بيدرو ومن سان بيدرو ينضم إلينا مفد القناة الثانية أسامة عبادي أهلا بك أسامة أسامة تتواجد في سان بيدرو كيف عشت؟ مرحبا بك كيف عشت تجربة الوصول إلى سان بيدرو المدينة تتهيأ لمبارة الأصود ضد تنزانيا أكيد ستكون جماهير مغربية ستنتقل إلى مكان متواجدة حاليا في الكوتيفور لمساندة الأصود كيف هي ترتيبات مبارة الأربعاء مبارة افتتاح المنتخب لمشوار البحث عن اللقب إذن سناء بخصوص الرحلة يمكن القول بأن الرحلة من أبيجو نحو سان بيدرو تبقى ممتعة وآمنة لأن السلطات حاولت أن تهيئ هذه الطريق أمنيا بعد علمها بتواجد المنتخب الوطني بمدينة سان بيدرو غير أن المشكل هنا سناء هو صعوبة الإيواء نحن نتحدث عن مدينة صغيرة جدا بلك تضم أربعة فنادق وهي مملوئة عن آخرها لذا من الواجب على الجماهير المغربية القادمة أن تكون سناء قد قامت بحجز مسبق أو أن تقطن في إحدى المدن القريبة من مدينة سان بيدرو فسلطات المدينة تعيش حالة استنفار قصوى نظرا لكثرة الطلب على الحضور للمدينة ومشاهدة مباريات المنتخب الوطني المغربي لحساب منافسات المجموعة السادسة لكأس أمم إفريقيا وذلك لا يتماشى ومحدودية الطاقة الاستيعابية لملعب لوران باكو أولا وقلت عدد رجال الأمن الذين ستسند إليهم أمورية تأمين المباريات هنا بسان بيدرو وكذلك أماكن سكن المملوءة عن آخرها بسبب صغر حجم المدينة لهذا السبب هناك استعدادات من طرف اللجنة المنظمة على قدم وصاق من أجل استقبال مشجعي منتخب أسود الأطلس في ظروف آمنة سواء الجالية المغربية المقيمة في ساحل العاج أو أولئك الذين سيأتون من المغرب وكذلك بعض الدول الأوروبية أسامة كيف هي أحوال التقس في سان بيدرو كتبال لأنه كالأجواء الصيفية في المدينة كين تقسوا كين ترتيبات وحصص إعدادية كي يخوضها المنتخب الوطني لملاقات تنزانيا في افتتاح الكان كيف هي الترتيبات وما هي أخبار المنتخب عندكم بعجالة أسامة إذن سناء بخصوص التقس هناك هنا حرارة كبيرة هنا بمدينة سان بيدرو وكما تشاهدين خلفي هنا يوجد مكان إقامة المنتخب الوطني المغربي هذا هو الفندق الذي تقيم فيه عناصر المنتخب الوطني والتي تستعد لهذه المواجهة مواجهة منتخب تنزانيا وتكتف من استعداداتها للمباراة الأولى ولا وجود لحالات الإصابات بعد شفاء القائد رومانسيس الذي يتدرب الآن بشكل عادي رفقة المجموعة كذلك اللاعب حاكم زياش بتجاهز للكان ويتدرب مع المجموعة أما الظهير الأيمن وصير المزراوي فبعد تواصل طبيب بنادي بايرن ميونيخ الألماني مع طبيب المنتخب الوطني بنسب كبيرة تأكد غياب مزراوي عن المبارتين الأولى وثانية وهذا هو الاتفاق الذي كان بين الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والفريق الألماني للسماح لللاعب من أجل استكمال فترة العلاج رفقة المنتخب الوطني ليكون اللاعب حاضرا في ثالث مباريات دور المجموعات يبقى نقول سناء بأن مجموعة من الجماهير هنا بغض نظر عن الجماهير المغربية فالدول المجاورة وكذلك مجموعة من الدول جماهيرها تساند المنتخب الوطني والجميع هنا قرب مقر إقامة المنتخب ليس فقط المغاربة يسألون عن إن كان هناك إمكانية من أجل التقاط صور مع نجوم المنتخب الوطني خصوصا بعدما حققوا في كأس العالم فهم أضحوا نجوما فوق العادة هنا في القارة السمراء سناء شكرا لك أسامة عبادي كنت معنا مباشرة من سان بيدرو لمواكبة الجماهير المغربية في الكوديفور قنصلية متناقلة في سان بيدرو نستمع اللحظة إلى سفير المملكة المغربية في الكوديفور عبد المالك الكتانية وجه حديثه للجماهير المغربية وتوقف عند النقطة التي أشار إليها أسامة عبادي قبل قليل نقطة السكن في سان بيدرو نحن جدنا نسرورين بهذا الحادث الكبير الذي يدور في الكوديفور نرحب بالإخوان الأخوات المغربة الذين سيجعوا إلى سود الأطلس نحن مستعدين لنستقبلهم بأحسن استقبال ولكن نريد أن نلح على القادية لأنه هو التنقل ما بين مدينة أبيجون وسان بيدرو التي تبعد على أبيجون تقريباً 350 كم ومسافة الأربعة ساعة في السيارة أو خمس أو ست ساعة في الحافلة وخصوم الناس يأخذوا الحتياطات بالنسبة للسكن لأن السكن قليل في سان بيدرو نحن مستعدين مجنادين وعندنا قنصلية متنقلة اللي عملنا في سان بيدرو باش نكونوا في حسن الظن ديال المواطنين ونكونوا مؤهبين باش أي طارق إن شاء الله نكونوا في جنب المواطنين ديالنا فهذا الدور وفادي ولكن عندي اليقين بأن الروح الأخوية والروح الرياضية والروح ديال الناشاط فهذا الحافل الكوراوي الكبير غادي تكون كتسود على الجميع وكل شيء يدوز على حسن وما يرام إن شاء الله في مبارياتي كان أمسي سقطت غانا أمام منتخب الرأس الأخضر بهدفين مقابل هدف واحد مصر اكتفت بتعادل بتعم مخيب لأمال الجماهير المصرية مصر تعادلت أمام منتخب الموزنبيق ونيجيريا اكتفت هي الأخرى بالتعادل أمام غينيا الاستوائية في مباريات اليوم السنغال تواجه غامبيا الكاميرون أمام غينيا ثم الجزائر أمام أنغولا وبهذا نغلق الورقة التي خصصناها في ظهيرة للكان 1974 سنة أمازيغية جديدة باحتفالية خاصة في مصرح محمد الخامس بالرباط ترأس رئيس الحكومة عزيز أخ النوش احتفالية أبدعتها نخبة من أشهر نجوم الأغنية الأمازيغية الثراتية والعصرية بشرا رأيف 1974 سنة أمازيغية متميزة ومتفردة عن سابقاتها فالاحتفال كبير والحضور أكبر ومصرح محمد الخامس شاهد فالثقافة والفن الأمازيغي يكرم هنا لكل اللغات بعد إعلان جل سيدنا اللاينسرو باليوم الوطني يوم احتفال برأسنا الأمازيغية الوزارة خدمت اليوم باش يكون واحد احتفال بمعنى الكلمة ويكون بالطبع احتفال إلا وهو اعتراف بالدور التقافي للفن الأمازيغي في جميع اللهجات من دياله بالطبع في جميع الجهات المملكة وكيف ما كنتشفه كان حضور قوي ولا يمكن الحديث عن الفن الأمازيغي دون استحضار واحد من رموزه الراحل محمد رويشة الذي تكرم روحه في الدكرة الثانية عشرة وفته سعيدة أمازيغية لنا وعليكم وعلى جميع المسلمين وعلى جميع الأمازيغ وعلى جميع المغربة بالصحة والمال وبالهناء وبنشوفوا المغرب ديننا ان شاء الله يكون زوين من طنجة القويرة الساعة إلا غرخيون وفرح إلا مغرب كل شيء زي طنجة القويرة هو احتفال الأول من نوعه ينظم اليوم حيث العطلة رسمية احتفال يأتي لتعزيز المكتسبات التي تم تحقيقها للحفاظ على الأمازيغية كمكون رئيسي للهوية المغربية منذ خطاب جلالة الملك عام 2001 ولا تكتمل طبعا احتفالية يدي الناير دون طبق الأرض طبق البركة المعروف عند الأمازيغ بتاغولا تاغولا أكبر طبق جمع مئات الأشخاص بالأمس في ساحة إنزجان عاشت يوما استثنائيا بتفاصيل أمازيغية قحة من أنغام وأزياء تتميز بها النساء في هذه المناسبة من حلي تعرف بوكريات تيذرزا لزار والتازي فالت جيهان دولالي مجموعات فولكلورية جابت شوارع إنزجان احتفاء بإيدي الناير استعراض فني استمتعت من خلاله الساكنة والزوار ولوحات متنوعة تعبر عن تعدد الهوية المغربية في يوم استثنائي دائما كنتموا الأعياد الأمازيغية ولكن هذه السنة مميزة لأنه لأول مرة تقرر عيد وطاني بالمغرب دلنا عدة فولكلور دا باستعراض الفولكلور اللي كين في إنزجان كامل كين الفولكلور الأمازيغي بشتى أنواعي كين العواد كين الروايس كين خيالة جميع الفولكلور اللي معروفين عند الأمازيغ كينين نحن اليوم نعطي للشعوب العربية والإسلامية والشعوب العالمية أن المغربة ملتزمون والمغربة متعلقون بهويتهم الأصلية ألا هي اللغة الأمازيغية واللغة العربية وشعرنا الله الوطن الملك وبساحة البلدية قدم أكبر طبق التقل الشهير في رأس السنة الأمازيغية طبق يحضر بطريقة خاصة احتفاء بقدوم السنة الجديدة اليوم راح كما كنتشوفوا احنا فرحانين وكان احتفلوا بالسنة الأمازيغية فهد الجو فهد الأهازيش عدنا مجموعة طرات اللي احنا كان احتفلوا به اليوم هو إذن برنامج مميز لاحتفالية مميزة اجتمعت فيها كل الألوان الفنية السوسية تعبيرا عن تنوع وتعدد الهوية المغربية واللحظة نذكر من بين أبرز ما جاء في نسرة ظهيرة منتصف يناير ساخن في بلادنا سخونة ونحن في عزلية لدرجات الحرارة تجاوزت نهاية الأسبوع 31 درجة في أجدير إنزبغان ومن 30 درجة اقتربت الأجواء في عديد مدن سحلية كالدار البيضاء الرباط والمحمدية والجديدة ومديرية الأرصاد الجوية تتوقع تساقط أمطار بإذن الله غدا وبعد غد الأربعاء في المناطق الشمالية والمستى إن شاء الله بهذا نكون قد وصلنا إلى ختم نشرة الظهيرة الموعد الإخباري القادم أمازيغي أفوسواغ الليلة مع إحسان بنبل والمسائية مع زكريا أيت عبد المشيد إلى الغد إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر